هنروح لكرة السلة حضركم تابعتكم على شاشة قناة النادي الاهل مبارح طبعا أولى مباريات الأدوار الإقصائية الأهل ومصر التأمين في أول مباريات سلسلة بيستوف فايف المبارح انتهت بفوز النادي الاهل 84-49 مفارق 35 نقطة وفارق كبير ده طبعا ما يقللش من فريق مصر التأمين المحترم ولكن مصر التأمين بيغيب عنه أربع لعبين من قوام الفريق منهم المحترف وهو اللي كان بيحط حوالي 25 دقاتين نقطة في المباراة ولكن ده لا يقل أبدا من حجم اللاعبين الموجودين في لعبتنا كانت مركزة الحقيقة بكرة ان شاء الله المباراة التانية في السلسلة أو المباريتين بيكونوا على ملعبنا والمباريتين التانيين بيكونوا على ملعب الخصر لو رحنا المباراة خمسة بتبقى على ملعبنا طب ليه على ملعبنا وليه مميز بالمباراة الخمسة لأن احنا في الترتيب سبقين مصر للتأمين. الأربع الأولى الأول والثاني والثالث والرابع لو احتكموا المباراة الخمسة بتبقى على ملعبه. لأن هم بيبقوا متصدرين الجدول. إنما الخامس والسادس والسابع والثامن بيبقى الأمور بالنسبة له بتبقى على ملعب الخصم. ده المباراة الخمسة. ولكن بيستوف فايف اللي بيفوز بتنة مباراة بينهي الدنيا وبيتأهل دور قبل النهائي على طول. يمكن انبرح المفاجأة اللي حصلت وهو فوز المصرية للاتصالات على النادي الزمالك في ملعب المصرية للاتصالات وده يعني أولى مباراة برضو الأدوار الاقصائية. تاني مباراة هتكون على ملعب المصرية للاتصالات. لأن المصرية للاتصالات رابع والزمالك خامس. فإذن المباراة الفايسل لو حصلت هتبقى على ملعب مصر للتأمين. مصر التأمين ملعبها هو المركز الإلومبي في المعادي. هو ملعب ديق. الحقيقة مش ديق أبعاد. يمكن اللي راح هناك عارف المدرجات وراء الخط على طول. والحيطة اللي وراء البردات وراء اللاين على طول. لدرجة أنه البرد نفسه معلق على الحائط اللي وراء اللاين. فالملعب ديق. مش كل اللعبها بتحب تلعب عليه. دايما العين بتحب تشوف مساحة وراء اللاين. فملعب بيبقى صعب شوي. احنا لعبنا عليه هناك. وفزنا الحمد لله كانت في التصفيات على المصرية للتصالات. طيب. من برح كان كل اللقاءات ما فيش جديد. الجزيرة فاز على سبورتينج. وده اللقاء التاني. أو النصف التاني. أو الجهة الأخرى اللي احنا هنرد عليها إن شاء الله في حالة تأهلنا قبل النهائي. وغالبا الجزيرة حطت قدم فيه قبل النهائي. وغالبا هتبقى الجزيرة بشكل عام. ده لا يقال لأبدا. من فريق سبورتينج اللي نجح يوصل لدور التمانية. في غياب المحترف. إن شاء الله نفوز غدا. وبالمناسبة هنزيع لحضراتكم المباراة بكرة إن شاء الله على الهواء مباشرة تكون الساعة السادسة بإذن الرحمن من صالة الأمير عبدالله الفصل. وللسودي التحليل هينطلق الساعة الخامسة والنصف في حضور ضيوفي. عشان نتناول كل الأخبار بكرة أو كل الأمور الفنية عن مباراة باكر بإذن الله. زي ما وعدناكم قدر استطاعتنا. هنكون مع أبطالنا.